عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة ثق انه الإخواني لا يريد ليك على الإطلاق ان انت تشوف مصر زي ما كنا لسه بنشوفها في الفيلر اللطيف اللي كان عامله زي منا العزيز عبدالله صبري صديقي صحبي مصر مضيئة القاهرة المضيئة الجميلة اللي مليانة روح مليانة ناس مليانة كل حاجة مليانة فن مليانة ثقافة مليانة فكر مليانة أحداث التنظيم ده مش عايز كده التنظيم ده عاوز ينغص عليك العيشة طب انا هضرب لك مثل متعلق بتنغيص العيشة وفي نفس الوقت الجهل اللي هو تحس يقولك ايه ده وقت عصامي في جهله يعني بنا الجهل طوبة ورطوبة اخر ابداعات وفتن الإخوان واللي أن بقت بشيء إنما تنبق وتنم عن حقيقي جهل يزعل أو جهل يدحك يعني قالك الجرين زون اللي في حديقة السلام في شرم الشيخ دي منطقة التظاهر فمن أراد منكم أن يتزاق خلي بالك الأمم المتحدة ألزمت مصر بأنه يتعامل منطقة للمظاهرات في الجرين زون أو أنت مش عارف يعني الجرين زون يعني الأخ الإخواني التنظيم الإخواني مش عارف يعني إيه جرين زون طيب لمزيد من الإضاحة بس كده في السريع البني زي ما بيتقال الجرين زون اللي هيتعمل في حديقة السلام في شرم الشيخ ده بيبقى زي جناح للمعارض أو منطقة للمعارض والأحداث الجانبية يعني مش المباحثات الرئيسية والمؤتمرات بتاعة كاب 27 منظمات ومجتمعات وهيئات المجتمع المدني الجمعيات المختلفة الشبان أصحاب الأفكار أصحاب المشروعات كل ما هو متعلق تاني بمسألة قمة المناخ ولكن في الإطار الأهلي والإطار الشبابي فبيروحوا لإدارة المؤتمر إحنا خد بالك إحنا مصر يعني الدولة يقوله إحنا هنحجز في الجرين زون عايز أحجز كذا علشان أنا عايز أعرض مش عارف المشروع بتاعي اللي بيتكلم على كذا أنا عايز هنا أعرض أفكاري متعلقة بكذا إلى آخره ده الجرين زون فتلاقي مثلا وزارة البيئة فتلاقي دكتور ياسمين بتحجز في الجرين زون ده هنا كوزارة بيئة مصرية فتلاقي مثلا وزارة البيئة الألمانية عايزة تحجز في الجرين زون جمعية مش عارف إيه الأخضر عايزين يحجزوا في الجرين زون يبقوا مثلا جايين من رومانيا دول جايين من برازيل دول مصر دول الإمارات دول العراق دول لبنان دول جنوب إفريقيا هو ده الجرين جون ده منطقة البساطة اللي أنا عايز أقوله لحضرتك أنت إزاي تثق في تنظيم يمتلك هذا القدر من الجهل والغباوة إزاي وتثق في ما يبث من فتن